اشتركوا في القناة هذه البرنامج راح يكون مختلف عن البرامج الاخرى هذه البرنامج راح يكون على صيغة ان احنا نسرد المواضيع من القلب الى الشعب بدون ما احنا نعمل كت او ان احنا نعمل اي مونتاج حق البرنامج اللي احنا راح نقدمه كل فترة راح نستضيف فيها شخصية هذه الشخصية شخصية بحرينية لعبة الدور كثير مميز في عطائها سواء كان على المستوى المحلي او الاقليمي او العالمي اليوم راح نستضيف معان شخصية شبابية لعبة الدور كثير مميز ومهم في كيف انه هو الشخص هذا اعطى للمجتمع من وقته من خبرته من عطائه بدون انه هو يقول انا عملت حق مجتمعي لان العطاء هذا عطاء صادق نابع من القلب وحب انه هو يطوع فيه وابرز مكانته من حيث عطاءه في المجال اللي تخصص فيه معان اليوم عبدالعزيز القصير احد الشباب البحرينيين اللي قاموا بدورهم في العطاء من ناحية الاسعافات الاولية وكذلك مساعدة الغير فنتعرف عليه عن قرب اخوي عبدالعزيز كيف حالك؟ يا هلا اخوي خالد الله يسلمك تمام يعطيك العافية وشكر لك حضورك اليوم في هذه البرنامج اللي راح يكون موجه حق المجتمع المحلي والخليجي والعالمي في بداية الحديثنا حابين نتعرف عليك اكثر من هو عبدالعزيز وشنه دوره فيا حب ذا لو تعطينا نبدأ عن شخصك الكريم تامورت اسلاماق الصير طبعا معاكم عبدالعزيز القصير مسعف اولي ومدرب سعافات اولية صاري في هالمجال 6 سنوات الحمد لله رب العالمين من العطاء والخدمة لهالوطن الجميل وعندي شهادات احترافية عدة شهايد احترافية والخبرة لعبدال ونفس ما تفضلت احنا كواجبنا ان نخدم دي وقتنا طبعا في الوقت الحالي اللي احنا فيه مملكة البحرين ودول العالم كلها قاعدة تتكاتف جهودها لمحاربة فيروز الكورونا وعلى هذا الصياق طبعا فيه الكثير من ابناء المملكة تطوعها في عمل الخير وكذلك في العمل الميداني واحد منهم اخونا عبدالعزيز فبغيت في البداية ان انا اعرف ما هو وجهة نظرك عن الحملة الوطنية القائمة حاليا للمكافحة فيروز الكورونا طبعا الحملة الوطنية اولا لها الشكر والشكر حق الشباب البحرينيين المتطوعين يعني لاحظنا من اول 12 ساعة اذا ما خفضاني العدد كان 12 الف وشي مسجل حق يتطوع فما شاء الله شبابنا فيهم الخير والحملة فيها الخير وحملة وايد يعني على قولاتنا نستخدم مصطلح قاعد يساوون اشياء يعطون اشياء والناس في نفس الوقت قاعد تتطوع وتساهم في خدمة البلد طبعا ما ننسى الدور البارز لقائد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة ولي العهد الأمين وكيفية إدارتها لهذه الأزمة اللي نمر بيها وكيفية وضع المملكة على الخارطة العالمية بحيث أن تحتذى بها عالميا في دورها السباق وكيفية احترازها لهذا الفيروس إنه حق دورك عبدالعزيز شن هي الأمور اللي أنت تطوعت فيها واللي أنت تحس بارتياح من عطائك لمجتمعك من هذه الأمور خلى نتكلم عن موضوع الكورونا يوم بداية داومت في حجر الحد الصحي صال هناك قرابة الشهر كامل تم في حجر الحد الصحي طبعا قلت لنا نسوي كل شيء منها نروح نوزع الأكل على المرضى هناك منها شغلات إدارية منها أحنا لننظف المكان ونعقم المكان ونهيئة حق الزوار اللي يبيون لنا الفترات القادمة سواء مسافرين أو مخالطين نستقبلهم عندنا في نفس الوقت نلبي احتياجات المهضة يعني أن المريض بعض وقت في الليل أو الصبح أو أي وقت أنا والله ناقصني ناقصني حاجة نلبيها لا إن شاء الله دام عندنا موجودة إياها نلبيها مثلا عندكم أدوات الاستحمام وغيرها كل شيء موفرين لهم هناك يطلب من عندنا نعطي إياهم في نفس الوقت قمنا في المجال الرعاية الطبية هناك نفحص لهم الضغط والسكر والحرارة فتطوعنا في كذا مجال بس في النهاية هدفنا الشيء واحد وهو نخدم الديرة طبعا الاحترازات شيء أساسي والكل لازم يكون يعني يدير الوقاية الصحيحة من بيته قبل الله أنه يوعي أهله أو جيرانه أو حتى المجتمع بها فمن وجهة نظرك شين هي الاحترازات الأساسية اللي الشخص لازم يقوم بها للوقاية من هذا الفيروس طبعا الأشياء الاحترازية نفس ما تفضلت وقلت لنا عنها بتكون أول شيء القفزات القفزات وفي نفس الوقت الماسك الكمام أنا بطلع من البيت بروح المجمع بروح الهايبر ماركت بتزوّق أنا شي ضمنني العربة كم واحد لمسها قبلي وهل تم تعقيمها أو لا إذا ما تم تعقيمها ما نعطيش أنه أنا بري بلمس العربة وبينتقل لي الفيروس إذا كان في شيء أو في نفس الوقت أنا بحمي روحي بحمي روحي من أي مرض يكون موجود أو أي فيروس فلذلك دايما البس القفز والكمام في نفس الوقت عشان أنت إذا بتطلعت خالط أحد أولا تحمي نفسك في نفس الوقت أنت تحمي الأخرين لأن فترة حضانة الفيروس كورونا من يومين إلى 14 يوم ومشها تطلع الأعراض أنا حين لبست القفوازي راحت المجمع تسوّق تخلصت الأبي كامل شنو هي الطريقة الصحيحة عشان أفصخ فيها القفواز وهو مع الأسف إنه مو كل عند المعلومة الصحيحة شنو تنزع القفواز بدون ما تنقل العدوى من القفواز لك أنت طبعا الطريقة بتكون كالتالي بيوّد أنا من هنا نزي من هالجهة شباس سوي برفع على فوق بسحبها طلعها على بارها هاليد نظيفة الفيروس صار هناك أخذ صبعة أو صبعتين في هالمكان هنا بدون ما ألمس القفواز من داخل شا سوي أصك عليه صار أحين كل شي داخل أهني يكون نظيف وأتخلص منها في سلة المهملات هاي الطريقة الصحيحة عشان تنزع القفواز وبها الطريقة بتكون حامي نفسك وحامي غيرك بعد ممتاز أني حق رسالتك للمجتمع شن هي رسالتك حق المجتمع وبالأخص رسالتك حق الشباب في المجتمع إيش اللي ممكن أنهم يقومون به أو توصياتك لهم طبعاً رسالتي لهم خلكم في بيوتكم أخذوا الحيط روي الحذر مليون مرة بدل المرة الوحدة وفي نفس الوقت لا تخلون إشاعات تنتشر لا تكون سبب في نشر الإشاعات ما شاء الله عندنا يعني وائد أوادم تنشر إشاعات وتنشر أشياء من غير المصادر من غير المصادر وهي مشكلتنا احنا مع الأسف فخلك في بيتك أقعد في بيتك لأن أنا أتم في الشغل عشانك فأنت تم في بيتك عشاني أنا يعطيكم العافية ما قصت أستاذ خالد؟ طبعاً هذه أحد الشخصيات اللي حبيننا أن احنا نستمع لها من خيرة شباب المملكة ودورها في عمل الخير في نفس الوقت وسألتنا لكم جميعاً نحن اليوم في فترة تطلب الحرص والوقاية من الجميع د Loujours نلتزم بالإجراءات اللي نصت عليها مملكتنا الغالية د Loujours نلتزم بالإجراءات اللي كلمتنا وقالت لنا عنها وزارة الداخلية وزارة الصحة وزارة التجارة وزارة التنمية والوزارات الثانية المشكورة د Loujours ناخذ المعلومات من المصادر الصحيحة والمصادر الحكومية خلونا اليوم نتكاتف ونحن نلتزم أن نكون في البيت لفترة بس بسيطة ترى التزامنا معناته تقليل المخاطر والسيطرة على هذا الوباء اللي الحين منتشر في أكثر دول العالم مع بعض بإذن الله راح نشتاز هذه المحنة مع بعض إن شاء الله متحدين كشعب واحد في مملكة واحدة مع بعض برقم واحد اسمه رقم النجاح مع بعض إن شاء الله راح نكون احنا الرقم الصعب في أن احنا نتخطى هذه الأزمة الصحية اللي مر فيها العالم أجمع شكر لكم وشكر لك خوي عبد العزيز على الحضور وإن شاء الله نلتقي معاكم في برنامج ثاني وحلقة ثانية نبرز فيها شخصية ثانية من الشخصيات الشبابية أو الشخصيات اللي قامت بلعب دور مهم في دعم عجلة التنمية وتنمية المستدامة طبعا والأعمال الخيرية في المملكة وشكر لكم والحضور ترجمة نانسي قنقر